علاقة موسيقية بحثة أنا عندي صفحة الصفحة بتاعتي بس بعرض فيها لو أقول رأيي لا سياسي ولا أحب الرأي السياسي ولا الديني ولا الحاجات ده لأنني شايف أن الحاجات ده يعني الواحد ما يكلمش فيها حسن لأنني أنا مش بفهم أو يعني بفهم حاجات كده على قدي في حاجات معينة فما أحبش أتكلم في أي حاجة أنا مش متخصص فيها ومش شايف أنه ملاش أي معان أصلا شايف اللي أنا بستخدمه في الميديا إن أنا أقول إن أنا عندي حفلة فرانية أو خلصت الحفلة فرانية أو أنزل من الحفلة جزء معين أشوف إنه ممكن يعجب الناس ممكن بي يشوفوني في حتة مختلفة بالحفلة يعني كل حاجة لها علاقة بالموسيقى لكن ما تحبش تخش في الجدل أنت وإنك أشهد نهاية سياسية لا 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 خالف خالف يعني ما عنديش ولا حاجة خالص حتى شخصية خالص هي كله عن شغل الحفلات أني بعلن عن حفلة عندي حفلة لو عملت الحفلة بنزل صورة لها أو اتنين بنزل خبر كله عن حياتي الموسيقية غير كده ما ليش فيها المساحة الموسيقى الجدة والموسيقى الأكاديمية والحاجات اللي ليها رسالة وحلوة مش وغدة حقاة 99% يعني حاجات تانية خالص هي الوغدة المساحة الفنية على أن الناس أو الإعلاب بيستسهل بيستسهل يقولك إيه؟ ده تريند يلا روح أتكلم معه معاها برنامج هتشاف يبقى أنت كده في نظري فيه خيانة للبلد وإنك أنت منتمي للبلد وعايز تعمل فيها حاجة لأنك أنت بتستسهل ولما تستسهل بتجيب آه تريند ده ممكن تريند يكون حاجة عبيطة جدا لكن عاملة تريند زي العالم كله طيب أنت تلاقي الإعلام كله راح مركز على الحاجة إيه؟ اللي ملاشة أي معنى داية ويجيبوهم ويعزموهم ويه؟ لكن الناس اللي هي قيمة اللي تمثل مصر بره واللي هي فعلا بتشتغل منه عنده سبع سنين عمال يدرس ويعمل عشان يمثل مصر بره في حاجات لها معنى وتخلي صورة مصر متقدمة ما بينذبهم مش خالص ولا نعرف عنهم حاجة ولا نعرف بيعملوا إيه أصلا بره ولا بنهتم بيه كبيرنا بنهتم بالكورة فالكورة طبعا واخدها مليارات مثلا واهتمام كبيرة لكن النتيجة بتاعتها للأسف بقولها بكل صراحة ما بتعملش حاجة ما بيكسبوش يعني الكاس العالى ولا بيعملوا كده والفلوس جامدة جدا لكن فرج على أوركسترا أو عازفين أو مغنية أوبرا مصرية في أوروبا جابت النتيجة اللي احنا عايزينها كبلد أكتر مئة مرة من هذا المطش اللي ما تشاهد اشتركوا في القناة